السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكون لكم بخير وعلى خير صحة جيدة و احوال طيبة فيديو جديد هاد الفيديو بغيت غين شارك معاكم تنظيم هاد المجر ديالي انا كان المجر كان نخبي اولا كان حط البوبينة ديال الخات ديال الحري اللي كانت رزبيه في مجر عندي قابطة ديال البلاستيك كنديرها حدايا يعني حدا ما كان اشتغال وكان حط فيها هاد البوبينة وبغيت نضم شوية فاش بديت كنجبد هاد البوبينة البنات يعني هاد المشكل هادا كيف كتشوفو المجر شو لسحت شوفو الخيط كيتسرب وكيتطيح هدي مشكلة كتكون عند يعني عند طرازات او لاي واحد او عندو هاد الهواية ديال الطرس يعني كيف كنجيبو البوبينة جديدة كتكون عند هاد البلاستيكا كتكون محافظة على البوبينة الخيط كيكون في بلاستيكا لكن غير كنحيدو كنخدمو به صفي الخيط كيبقا كيتسرب وكيتحلينا باش نحافظو عليه طبعا كينا هاد طريقة تقليدية هدي ديال سلوفان او لا ديال هاد اللي كنغلفو به البوبينة وكنحافظو على الخيط ديالنا ما كيتوسخش وكيبقا يعني ما كيطيحش يعني ما كيتسربش بها الطريقة هدي يعني معروفة هاد طريقة يعني ماشي جديدة انا اه عندي طريقة اخرى البنات بلا هاد طريقة ديال سلوفان بغيتغن يعني كي يحطو بوبينة في بلاستيكا عادية صغيرة الصراحة حتى انا في اللول كنت كنستعمل سلوفان او كنستعمل هاك كبلاستيكا تصغار كان يعني كان حافظو على البوبينة ديالي في ديال البلاستيكا ولكن رغم ذلك كان لقى الخيط كي يتسرب هانتو ما كيف كتشوفوه زيت الخيط للزرق شحال طاح منو شتو يعني هدي مشكلة صراحة عندنا كلنا اللي كي قلت لكم اللي عندها هكات البوبينة ديال الخيط ديال الحرير هانتو ما شتو شفتو بعينيكم يعني يلا بديت كان صاوب في المجر وانا تجيني الفكرة بلتعلاش ما نشاكهاش معاكم شوفو هاد البوبينة هادي ديال اللون زرق اللي طاح منو بساف صراحة وما كان بغيش انا الخيط يضيع ايو حدا فينا ما كتبغيش الخيط ديالها يضيع عشنو هي الفكرة البنات اللي كان ديرها انا شخصيا الصراحة هاد السكوتش هادا خديته سكوتش كي تباع عند تلقاو عند دروغري يعني اللي كي بيع لوازم ديال الصباغة ودك شي ديال بريكولاج انا خديتهم بريكو ما الصراحة صراحة ماشي من دروغري التمن ديالو ما عرف واش ستا ولا سبع الدرهم ما بقيتش عقل ابنات فيه الكبير فيه الحجم كبير وفيه هاد الحجم الصغير هادا انا خديت هذا انا قلت هادا مناسب هادا وسهل عملي ضغيه كي تقطع ضغيه كتحيي ديهم ما كيمحن ما ولو ماشي بحل ما كياخد حتى الوقت بزاف ضغيه يعني بخاطيك ماشي بحل شوف كيتقطع را كيتقطع ضغيه البنات كناخدو البوبينا هكا كنقلب على الرس ديال الخيط يعني في الحد ديال الخيط وكندور عليها هاد الكاغت هادا اول هاد سكوتش هادا وارا ما كيلسقش بزاف يعني كيقدر غيرات يعني كي يحافظ على البوبينا شوف ضغيه كيتقطع بها الطريقة هادي وهنتيب هالطريقة كتحافظي على الخيط ديالك غانعود معاكم هاد البوبينا هادي كيف كتشوفو ضروري خاصني يعني ندور الخيط حتى نسالي تدور ديال الخيط كله وندور عليه هاد هاد سكوتش هادا مرات كتكون دورة وحدة كافية او كان قطع ساهل ساهل كيف قلت لكم وحتى فاش كان نحتاج يعني ذاك الخيط كان حيد هاد السكوتش كيف شتو طغيه كيتحيد بسهولة او كيتقطع او ما كيلسقش بزاف يعني ما كيلسقش بزاف تخافو يجب لكم الخيط او لا يقطع لكم الخيط او لا يضيع لكم الخيط كيف شتو معايا الطريقة البنات يعني عملي جدا وانا كان نفضل هاد هاد سكوتش هادا كنتستعمله واللي بقيت كنتستعمله بحدو الصراحة كان نرد شتور اني رضيت غير ذاك سكوتش يعني ذاك الطرف اللي حيت رضيته حتى هو وكان حافظ على الخيط ديالي كيف قام يعني بدون اي مشكل انا البنات جبت لكم حتى البوبينات ديال السقلية كانت بعيدة شوية يعني كانت في مجارة اخر معا يعني دايرا واحد المجار خاصة بسقلية بالالوان ديال البوبينات ديال السقلية وكيف شتو ضغيات حييت داك سكوتش ضغيات حييت مع اني كنت درتو هادي شحال يعني كنشد كيف شتو نفس الطريقة البنات كانشد الرصد الخيط يعني فين كيتسالة فين كيتسالة الخيط ندورو شوية مزي ينزيرو انا وكندور عليها تسكوتش هادا جوج دورات او لثلاثة شي مرات كاندير حتى الربعة او لخمسة ديال الدورات كيف كتعرفو والسقلية كي بغياء كيتسرب كتر من الحرير هذه الطريقة البنات سهلة والفكرة واضحة البنات كنتمنى انكم تكونوا خذيتوا فكرة حتى انتمها كيفاش تحافظو على البوبينة ديالكم لا ديال السقلية او لا ديال الحرير تزيدوها على الفكرة ديال السلوفان انا كيف قلت لكم كنفضل هاد سكوتش هادا وهاد باش كن يعني كنحافظ على الخيط ديالي مهم بقوا معي ابنات انا غادي لنصابر مجرد يالين حياد هاد الفوضى اللي عندي هنا يا ديال الخيط وديال ونصابر تبو معكم تلقى ان شاء الله في فيديو جديد ما سخدش بكم ودائما ما تبخلوش عليها ضغط على زر الاعجاب الى عجبتكم فكرة والفيديو وضغط على زر الاشتراك باش يوصفكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة